أمور المهمة في شهر رمضان الكريم التلاحم الأسري يعني إذا كنا ما نقعد مع أسرتنا وعوايلنا في شهر رمضان متى بنقعد في عدنا تجمعات طبيعية خلال الشهر الكريم على سبيل المثال على مائدة الإفطار وأيضا بعد صلاة التراويح وأيضا لما نروح نصلي مع بعض صلاة المغرب وصلاة العشاء والتراويح أيضا يعطيك نوع من الألفة والحميمية اللي يجب أن تكون بين أفراد الأسرة وهذه تساعد في تقوية الروابط مثل ما نقول لما الواحد يشعر وينعم براحة أسرية هذا رح ينعكس على صحته وعلى عافيته فالتمتع بالعافية من الأمور المهمة جدا وأيضا تندرج من جزئياتها الاهتمام بالأسرة والتعامل مع أفراد الأسرة بشكل جميل ضد ومستمر فكر صح فكر الصحة